حول الموضوع معنا من القاهرة عبر الهاتف مباشرة دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية ومساشر القانون السابق لحلف الناتو في قوات البوسنة والهيرسك أهلا بك معنا دكتور أيمن العدالة تتحقق المجرم ينال عقابه ولو بعد حين حكم تاريخي إذن بالمؤبد على من يلقى بجزار البوسنة إلى أي مدى أي مجرم سينال عقابه والجرائم لا تمحى بالتقادم بالنظر إلى ما قام به هذا المجرم والعقاب الذي ناله الآن السجن المؤبد نعم هذا الحكم التاريخي للمحكمة الجنية الدولية لغزيفة السابقة يؤكد كل ما أورو تمو وأدليت به حضرتك شفية عدالة أجهزة ولو بعد حين جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن ومحكمة غزيفة التابعة لمجلس الأمن لا تسمح بالإفلات من العقاب وتقر مسؤولية كبار مغرمي الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية راتكو ميلادية شقاء الجيش ثرب البوسنة ثرب البوسنة ارتكب أنكا وأشرى الجرائم لذلك تلقى أقصى عقاب بموجب النظام الأساسي لمحكمة غزيفة وهو السجن المؤبد حيث لا تقر هذه المحاكم الجنية الدولية أقوبة الإعدام راتكو ميلادية شقاء وجزائه اليوم يعد رادع ومانع وكابح لمن تسول له نفسه من مجرم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية في العالم أجمع من أن يرتكبوا جرائم مماثلة هذا الحكم اليوم أتى بالتزامن مع تصريحات الأمريكية ومقاله إريكس تيلرسون عن ما يجري في ميانمار وبأنه ستتم معاقبة من يقوم بهذه التصفير العرقية ضد مسلمية روهينغا هناك إلى أي مدى يمكن من خلال الحكم فيما يخص مجزرة سربنيتشا أن يعطي أملا ربما بأن ما يعانيه هؤلاء المسلمين الروهينغا في ميانمار أيضا لن يذهب سودان ولن ينسى وحتى لو بعد حين نحن وأنا شخصيا آمل هذا ولكن أنا كل يقين أن الجماعة الدولية المجتمع الدولي ليس على قلب رجل واحد لمجاباة الجراهم ضد الإنسانية المدعى انتكابها في ميانمار ووضع حد لفلات من العقاب سواء من قادة الجيش في ميانمار أو حتى من رئيسة ميانمار ووضع حد لأعاناة المسلمين هناك الذين يتجرعون أنك وأشرى الجرائم الدولية هناك المجتمع الدولي كان مجمع في يوغوزلافيا وأنشأ محكامة جنائية دولي المجتمع الدولي الآن في ميانمار وبكل أسف لا يستطيع أن يرسل لجنة مجرد لجنة لتقص الحطائق في ميانمار 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 طيب دكتور أيمن هذا الحكم الآن حكم على راتكو مالاديج الحكم بسجن المؤبد من قبل المحكمة هو أقصى حكم منذ إنشاء المحكمة إذا كان هذا صحيح حضرتك قلت صحيح طيب ماذا يعني هذا فيما يخص تطور الملف قانونيا يعني هل سيتم تطبيقه بشكل كامل لكي ينال فعلا هذا المجرم الحرب عقابه ولكي فعلا ترتاح أمهات هذه المجزرة الذين لا إعبرنا عن فرحتهن وتقبلهن وقلنا بأنهن رضياء جزئيا عن هذا الحكم إلى الآن نعم هذا فعلا ما أرنو إليه أن يتم شفاء الغليل وتضميد الكراح وتسليج صدور الأمهات الأرامل والكفالة وأيضا الأطفال اليتامة الذين صاروا رجالا يفعين مع كل الإجلال أيضا والتخبير لهذه المحكمة الحكم هو حكم ابتدائي صدر عن الدائرة الابتدائية لمحكمة غزلافيا الوليف خاصة الجنائية والمتهم ردكم للإستطيع أن يقوم باستهداف ذلك الحق أمام الدائرة الأعلى وهي دائرة الاستهداف لذات المحكمة أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية ومستشار القانون السابق لحلف الناتو في قوات البوسنة والهرسك كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة اللقاء